السؤال بعد كده بيقول ايه من فضل حضرتك يا فضلت الامام انا دكتورة وبشتغل وكل ما يتقدم لخطباتي شخص يوهمني الشخص نفسه بان عمل المرأة حرام لا حول الخطبة وان الاولى بالمرأة بها بيتها وزوجها مع العلم اني تعبت كتير قوي علشان اوصل لمنصبي انا عاوز اعرف هل عمل المرأة بشكل عام في الاسلام والشرع حرام انا ساعات ببقى مشتتة جدا فقررت اني مش هتجوز خالص فهل قراري ده صحيح ولا هتحاسب عليه وشكرا لحضرتك السؤال ده بقى فيه شقين مهمين جدا الشق اللي جواب على السؤال والشق التاني هي مسألة قرار عدم الجواز عشان السبب اللي بيحصل دهات ان فيه كل يوم ييجي حد عريس عايز يقنعها بان هي ما تشتغلش اول حاجة ايه الحكم الشرع للعمل لعمل المرأة حكم الشرع للعمل لعمل المرأة ان هو جائز جائز ليه؟ لاني الاصل ان كل نصوص التكسب وكل نصوص العمل جاءت مطلقة مش مقيدة وجاءت عامة مش خاصة اذا فالعمل المرأة يجوز لها ان تعمل ومحدش بما اني محدش اهل واجب على كل النساء يتزوجن فما ينفعش ان حد يقول لهم بدا انت الواجب عليكم انت تزوجني يبقى العمل اهم من الجواز لا خالص وبعدين الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر او انسى وهو مؤمن فلا نحيانه حياة طيبة والعمل الصالح نعم العمل الصالح يعني الطاعة والعمل طاعة والعمل طاعة والله سبحانه وتعالى قال وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون كل الاحاديث وكل الايات التي تكلمت عن العمل ايه لا حاصل ليس فيما ان يمنع عمل مرء بل يحفز الى العمل مطلقا وبشكل عام امر الثاني ان التطبيق العملي في حياة الصحابة التطبيق العملي في حياة الصحابة وفي حياة حضرة النبي في حياة حضرة النبي وفي حياة الصحابة كان فيها ان المرأة تعمل فالسيدة خديقة كانت تعمل وتزواج رسول الله ويتعمل وباقيت مع رسول الله ويتعمل فيتعمل بل اني خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتها لرسول الله تمت من خلال العمل عندما رسلت له ميسرة لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيدة خديجة عليه السلام إذن فالعمل ما له يا سيدي فالعمل جائز السيدة أسماء كانت تعمل أخت السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنت أبي بكر من الصديق السيدات كانوا يعمل زي أن زوجة سيدنا عبد الله بن سعود كانت تعمل كل النساء كانوا بيعملوا نعم بعض يعني النساء مباح لهم أن يعملنا في حياة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض النساء كانوا يعمل يعني كل النساء كانوا مباح لهم أن يعمل فترك العمل ده اختيار ترك المرأة للعمل ده اختيار وتفضيل أما مسألة الأحسن إن المرأة تبقى في بيتها ولا تتزوج ده أمر بيرجع إلى إيه إلى الاحتياج مش أمر واجب على المرأة افرد حاجتها يجعلها تعمل وأن لا تستطيع أن تقضي حاجتها وحاجة أولادها إلا بالعمل يبقى المسألة مسألة ترجع إلى الاحتياج ومسألة مسألة إن العمل أصل أصل عمل المرأة ده جائز وليس فيه ما يمنع أبدا وده الذي جرت عليه الفتوى والذي يتناسب مع أحكام العمل الشريعة فلزيك محدش يقنع التاني إن الأصل في عمل المرأة هو الحرام لا الأصل في عمل المرأة أنه ما جائز لأنها إنسان مكلف يجوز له أن يتكسب ما يسد بي حاجته التفضيل بقى ما بين عمل المرأة وبيتها أو إن هي المفروض تكون إذا كان لها زوج ويكفيها عليها أن تبقى في بيتها لكفاية زوجها لها دي مسألة تانية لكن محدش يجي يقنع امرأة بأن هي واجب عليها أن هي تترك العمل لأن عمل المرأة حرام هذا افتيات على الدين وهذا القول في حد ذاته حرام لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب هذا افتراء على الله فعشان كده نتق الله سبحانه وتعالى ولا عايز يتزاوك يتزاوك يتفاوض على تفضيلاته في الجواز مش لازم أنه يجعل ده من الدين عشان يقنع المرأة التي يريد أن يتزاوكها أنها تترك العمل لأن دوت شايف أفضل ليهم في حياتهم الزوجية لا يا سيد يقنعها لكن ما تقول لها شأن دوت حرام